بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبة نتمنىكم يا رب تكونوا كاملين بصحة وسلامة يا رب اليوم شاء الله قد نحضروا مع بعض أربع وصفات لدهن الخبز كاتخبات أتاغتينيك يجيو هائلين صحيين والداد بامتياز يعني نحن في هاد الفترة أمس الحاجة في تقوية جهاز المناعة ومغلقة ومحسن من هاد الوصفات لدهن الخبز يعني استحبوا موليدتنا المدرسة سناك للعمل للفترة القوت اليومي كيجيو هائلين صحيين ومنفعين والداد أملو الغنية عن التعريف أملو المنزلي وأيضا هدي بات أتاغتيني بزرعة القرعة والنوار الشمس بودور الشمس كلهم كلهم رائعين غنيين بالفوائد واللوميغا تخوا والفيتامينات والمعادن هدي النوتيلة أيضا صحية تحضير منزلي مدقك يجي هائل جدا وزبدة الفول السوداني الغنية عن التعريف أربع وصفات ولا أرواح صحية كيف قلت منفعة والديدة يعني بأربع وصفات والدخول المدرسي على الأبواب أكيد غدين نحتاجوا مثل هاد الوصفات يعني رفقهم هكذا الوليدات المدرسة كيف قلت وسناك للم العمل ودائما ضروري يكونوا حاضرين يعني في المائدة للفتور وفي القوت ديالنا على مدار السنة نتمنى هاد الاقتراحات إن شاء الله تجربوها ترقكم تنلسي حسانكم ومريضكم وتأكلوهم بصحة هنا عندي 300 جرام ديال لوس اللي غسلته وضعته في اللاطا وعندي واحد الرابعة ديال فول سوداني أيضا منزوع القشر وضعتهم في اللاطا قد ندخلهم فور ساخن على درجة حرارة 200 درجة النار من الأسفل من الأعلى وتراقبوا الطهي ديالهم يعني توقفوا عليهم باش ميش متوكمش في التحمار خرجت الفول سوداني هو أول حاجة وخليت الدكاللوس كي بدأت ترتق حليتوا شوي يفسه ديال فران وخرجته يعني دروري توقفوا عليهم باش ميش متوكمش منفعين والداد يعني جات بهم واحد زبدة للدهن كتجيبهم غزالة دخلتهم غير فصحة ديال الفران حتى تتحمره وخليتهم هنا الكوكاو أولى الفول السوداني بعد ما تحمر غادي نحضر نوضفوا الجوج وصفات غادي نحضروا به زبدة الفول السوداني أنا ولدي متى يكلوهاش بزاف كندير كمية وبعد المرة كنوضفها لهم حتى في الكيك حتى في الحلوة يعني في غريبات وفهذا كتعطيوا حد المطق هائل في الغريبات خديت هديك الرابعة ديال الكوكاو غادي نطحنها في تحانة وتتحنوا يعني وتخليوها ترتحوها شوية شوية حتى قد تحصلوا على داك القوام ديال عجينة الزبدة رشيشة ديال ملح ضروري واللي بغا يعني يخففها بشوية ديال الزيت او لب العسل ممكن بعد ما كنحصلوا على هاد القوام ديال الفول السوداني كي بقلت كنطحن ونرتح الماكينة ديالي حتى كنحصل على هاد الابات بهاد الشكل غادي ناخد منها واحد القياس اللي هي غادي نوضفها كزبدة الفول السوداني والقياس تاني هو اللي غادي نحضروا به النوتيل هاد الكمية غادي نضيف لها معلقة كبيرة ديال العسل هنا عندي عسل التمر تعتمدوا اي عسل متوفر عندكم وممكن كيف قلت تخفوها بشوية ديال زبدة مدوبة زبدة نوازات او لهذا ممكن تخفوها او لتخلي وغيرها كرها كتبقى صحية يعني وصالحة الدهن وممكن توضفوها حتى في الحلويات في الغريبات وهذا راه هاكا تجيغ غزارة والمتبقي غادي نوضفو نحضروا به النوتيلة مدقها جهائل جدا النوتيلة رائعة وكتعطيك مياه كثيرة على داك المتبقي ديال الفول السوداني غادي نضيف هنا جوز ساشية ديال بودرة الكاكاو تعاودوهم جوز معا الكبار ديال بودرة الكاكاو وداروري تكون نوعية جيدة يعني باش تعطينا واحد المادق زوين الكاكاو داروري يكون نوعية جيدة غدا نضيف ايضا هنا جوج معا الكبار ديال زيت جوز الهند الخاص بالاكل ما توفرش ممكن تديروه زيت زيتون غيهية ما تكونش حارة وغدا نضيف ايضا شوكولا غيش يعني نوعية جيدة تقريبا من 70 حتى 90 جرام بعد ما دوبتها هنا عندي اختياري هاد الاضافة مع القادي الخروب بعد ما غربلتو ضفتو ايضا كيعطي واحد المادق زوين اذا ما توفرش عندكم ما غدا نضيفوش ومبعد ما دوبت هاديك الشكلات ضفتها على المكونات كاملين وغدا نضيفو واحد جوج معا لقدي العسل عسل حر من الاحسن او لا عسل دون نوعية جيدة وغدا نضحن هاد المكونات كاملين يعني مبعد ما كتحنوهم كتحصلو على واحد لابات اللي هي شي شوية عاقدة باش نحصلو على النوتيلة يعني لهذا ضروري نخفوها بالحليب وباش يعني كيف كتعرفو له خففناه بالحليب ما يمكنش لينا نحسافضو بها مدة اطول انا كنقسم هاد الكمية على ثلاث حساس يعني التولوت هو اللي غدا نضيف لي الحليب والتولوتين وضعتو في زليفة ونغطي بالفيلم اليمونتر وندخلو لتلاجة تولوت غادي تضيفو لي الحليب عينكم ميزانكم تبدو تضيدو شوية بشوية حسب انتو ما لا تكستير او لا القاوم اللي بغيتو في النوتيلة ديالكم تقريبا من نصف كأس الكأس الا ربع وممكن تضيفو حتى الكأس لان في هاداك الزيت ديال الكوك شوية كيتقلها وكيزيد هو كيجمدها وكيعطيها هاداك البغيانس ديك اللي معانو هادا والماداق را كيجي ماداق خطير يعني يجا فيها ماداق غزال وصح هي كتعرفو اشنو كتوكلو لوليداتكم يعني هاد الكمية اللي انا نضفت لي هالحليب غادي تخزنوها مطابعة الحال في تلاجة لان في هالحليب تصلحوها توضفها ديك 4 ايام 500 ايام ابعد حد ومليسالين نعود ندير كمية اخرى وهكذا احتك نكمل ديك الزليفة تقريبا هاداك راها كيف قلت كتعطي ثلاثة الحصص يعني كتعطي ديك القرعة الكبيرة دي القرعة النوتينلا ونصف يعني اللي كتعطي هاد الكمية هاد والوصفة الثالثة هي هاد زبدة نوار الشمس والقرعة العسلي ايضا فيها وحد الماداق غزال فيها وحد الماداق الزوين ومنفعة كيف قلت وكلهم كلهم منفعين وصحيين ولدات بعد ما تحمروا لنا هاد البودور كيف قلت رحنا وضعتهم غير فصحة هاد الفران بعد ما خرجت اللطان اللي في هاللوزو هادا تقارمشوا خليتهم احتبردوا في الفران غادي انطحن زرعة القرعة وده با كيف قلت هم مرة متوفرين تلقاهم احتفل المتاجي الكبرارة ولو تيتباعوا وفي الهرياء وفي هادا الكبار كلهم تيبيعوهم غادي انطحن انا اعتمت ليهم الطحانة دي العطرية يعني باش يتطحنوا ليم يتنيلوا مزيان يعني حاولوا طحنوهم حتى كي يتنيلوا مزيان كيتعلكوا بنفس الطريقة غادي انطحن ايضا بودور الشمس ممكن تزيدوا ليم حتى شوية ديال زنجلان جوج معالق ديال زنجلان او لانسكس ديال زنجلان ممكن وتقدروا تنسوهم حتى بشوية ديال نافع يعني انتم ما كتفنوا في هاد في هاد الخلاطات كي يجيوا رائعين فقط زرعة الكتان ما توضفوهاش لانها كتأكسد الى الطحنات كتأكسد وكتولي مضرة اضفت هنا واحد الرشا ديال ملح غدا نضيف العسل ايضا عسل التمر هو اللي عندي هو اللي وضفت وكتديروا القياس حسب الدوق ديالكم وزيت الزيتون يعني كتخفوه حسب القوامته ما اللي بغيتو زيت زيتون الاحسن تكون ديك تزيد زيتون حلوة سافي كان بدن زيد يعني العسل والزيت كتزيدوا حسب الرغبة ديالكم وحسب القوامته ما اللي بغيتو تخفوه اكتر منها كممكن وممكن تحنوها تعاود هكا بالبغاء الى بغيتو تنيلوها تكسر منها كتحنوها بالبغاء كتجي ليس وكتتتحن مزيان وهذا هو القوام ديالها كتجي هائلة كتجي رائعة ايضا هدي اللي ده الخبز وكيف قلت صحية والديدة بمتياز والوصفة الاخيرة هي وصفة ااملو الغني عن تعريف يعني ااملو كي يجي رائع جدا هنا عندي كف قلت 300 جرام ديال اللوز اللي حمرتها في الفران عندي زيت ارغان كيف ممكن تعتامده زيت زيتون غير هي تكون حلوة ما حراش عندي عسل اين وعندكم تما توضفوا واحد الرشة ديالملح ايضا في التحانة غادي نودع داك اللوز ارشيشة ديالملح ضروري الملح وليك يقادلين الدوق وغادي نتحن يعني كتطحنو كترتحو الماكينة ديالكم باش ما تخسرش اي تحانة اولا اي بلاندر كيف مبغي يكون راح ضروري كيبغيش شوية يرتاح كنقنطحن حتى كان حصل على ديك زبدة اللوز وهي ايضا صالحة لده الخبز اللي بغي يحضر زبدة اللوز ايضا راها صالحة لده الخبز يعني حتى كتحصلو على اللوز بانها هكت تعلق غدا نضيف ليه هنا العسل وكيف قلت العسل حسب قياسكم كل واحد يدير قياسه انا درتج مع الكبار ديال العسل وزيت ارغان تقريبا واحد نصف كأس الى كأس الى ربع ديال زيت ارغان ممكن تعودوه بزيت زيتون ماشي اشكال غير هي ما تكونش حارة وكنعاود نطحن يعني هاد المكونات كاملين باش كينزيد تطحل يدك اللوز وكينساجمو لنا العناصر وكنحصلو على املوليس يعني وارطب القوام ديالو كيجيب هاد الشكل وايضا ممكن تخفوه او لا تخليه تقيل حسب كل واحد والرغبة ديالو كيفاش كيبغي تناولو وهذا ايضا اعطى كمية بارك الله يعني اعطى قرعة كبيرة ديال املو يعني هاد ثلاث الوصفات ممكن تخزنوها مغير في البلاكار الا انو تلا هي الوحيدة اللي كان خزنوها في تلاجة لان فيها الحليب كيف قلت وهدو اربع وصفات رائعين اللي ده الخبز صحيين والداد يعني يتناولوهم في الفطور في القوتي يعني في سناك كييجيوا رائعين وكيف قلت المدارس على الابواب يعني الوليدات كيبغيو هكا يديو معام هكا خبيز من الاحسن يديو هاد الوصفات هدو تعودوهم انهم يخدوا بحل هاد الوصفات الداد وكتقويوا بهم جهاز المناعة وكيمدوا الجسم بالمعادن والفيتامينات اربع وصفات ولا ارواح صحية والديدة وبهكده حلقتنا غادي تكون سناد نتمنى هاد الاقتراحات اللي اعطيتكم اليوم اروقوكم ان شاء الله تجربوهم في بيوتكم شاركني بتعليقاتكم يعني وتطبيقاتكم للوصفة شكرا للمتابعة وانتظروا انه في الحلقات المقبلة باذن الله اللي بغت يعني تنضم الصفحتي على الانستغرام غا نخليلكم لوليان ديالها في صندوق الوصف نشوفها ان شاء الله تطبيقاتكم وللتواصل معي لما لا شكرا للمتابعة كيف قلت وانتظروا في الحلقات المقبلة باذن الله